دكتور سامت نفس الكلام اللي انتو قلتوه بين الشوطين التغييرات كان الكابتن أحمد عبد الظاهر معانا في السؤال التحليلي هي اللي أجراها شكل مختلف تماماً لعبة مختلف الشوط التاني عن الشوط الوالي تماماً في البداية طبعاً مبروك للنادي الأهلي الفوز الأول في المرحلة النهالي الدوري بسلسية بالتأكيد الشوط التاني ممتع أداء ممتع من لعبة النادي الأهلي نحية كبيرة للجهاز الفني تمام بكادة الكابتن أحمد عبد الظاهر لأن أنا بحب المدرب اللي يبقى عنده رؤية اللي عنده بيعرف يغير الشوط التاني دايماً الشوط التاني شوط المدربين الكابتن أحمد عبد الظاهر عالج أخطاء الشوط الأول كلها إزاي؟ غير طريقة اللعب إحنا الشوط الأول كنا بنلعب أربعة أربعة أتنين صريحة الشوط التاني لعبنا أربعة تلاتة واحد اتنين اللي هي الدياموند اللي كان بيحبه طريقته القديمة وغير مراكز اللعيب أول حاجة أحمد أشرف أحمد أشرف رجع باكليفت وبالتالي على نحيته ومازن أسامة اللي كان بيلعب باكليفت دخل في وسط الملعب باية أربعة تلاتة واحد اتنين اللي أربعة اللي وراء عبد الجواد عبد الرحمن باكريت اتنين مساكين إبراهيم عبد الحكيم وإسلام عبد الله الباكليفت أحمد أشرف التلاتة لفوسط الملعب أحمد طايمة ومحمد وائل تغييره ممتازة طالب نبيع بين الشوطين هنا أنا وكابتن محمد إن لازم محمد وائل ينزل عشان تقفل الجابهة اليمين محمد وائل كمان كان ليه دور هجومي بصناعة الهدف التاني